حرب باردة اتخذت من قارة إفريقيا مسرحاً لعملياتها فبينما تحاول الولايات المتحدة تعزيز قوتها في القارة السمراء لا تدخل الصين جهداً في سحب البساط من واشنطن وتدعيم أواصر التعاون في شتى المجالات ليصبح المشهد مؤخراً كرقعة شطرنج الغالبة فيها للأذكى والأكثر تخطيطاً فماذا يجري الآن في القرن الإفريقي؟ قبل أسابيع عقدت القمة الأمريكية الإفريقية بحضور عدد من القادة الأفارقة برز فيها القلق الأمريكي من النفوذ الصيني في إفريقيا فوزير الدفاع الأمريكي لايد أستن حذر من مغبة سيطرة بيكين على إفريقيا وانعكاسه على زعزعة الاستقرار عالمياً ولمزيد من الطمأنة وكبح جماح الصين أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا في إطار التعاون الأمريكي الإفريقي واختتم وزير الخارجية الصينية شينجانج منذ يومين جولته الإفريقية لكن هذه الزيارة لم تكن تقليدية على الإطلاق إذ تأتي كرد فعل على القيمة الأمريكية الإفريقية التي أثارت قلقاً وتابعها العالم بأكمله عن كسب لقراءة تداعياتها ليبدو النفوذ الصيني الأمريكي داخل إفريقيا أشبه بساحة معركة تمارس فيها حرب باردة على الصعيدين السياسي والاقتصادي وما إن أنهى وزير الخارجية الصيني جولته الإفريقية حتى بدأت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت ييلن جولتها في القارة السمراء إذ تبدأها بالعاصمة السنغالية داكار لتكون منطلقة جولتها الإفريقية قبل أن تتوجه لاحقاً إلى زامبيا وجنوب إفريقيا وتطغى على زيارة ييلن أجواء التنافس الأمريكي الصيني في إفريقيا ومن المتوقع أن تقدم الوزيرة جملة من الاستثمارات المستدامة لصالح الدول الإفريقية التي تزورها عوضاً عن الاستدانة التي تثقل كاهل هذه الدول وفي أهداف معلنة للزيارة قالت إنها تهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وإفريقيا مصرحة برغبة الولايات المتحدة بقوة في أن تكون جزءاً مما سيكون اقتصاداً إفريقياً خاصة وأنه يتسم بكونه سريع النمو وبعيداً عن الأهداف المعلنة سبق وأن انتقدت الوزيرة الأمريكية الصين قائلة إنها أفرطت في إقراض الدول الإفريقية لكن الولايات المتحدة بحسب قولها لديها التزام طويل الأمد بالعمل مع إفريقيا والتجارة والاستثمار في إفريقيا فماذا عن سيناريوهات الصراع في القارة السمراء؟